بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نواصل معكم في سلسلة من الأنشطة في الرياضيات ونتناول اليوم نشاطا حول الهندسة في الفضاء يهدف إلى دراسة الوضع النسبي لمستوي وسطح كرة نص النشاط نعتبر في الفضاء المنسوف إلى المعلم المتعامد والمتجانس O, E, G, K النقاط A ذات الإحداثيات 1, 0, 0 B, 0, 0, 1 C, 1, 1, 1 أولا ألف بين أن النقاط A, B, C تعين مسوياً P با تحقق أن معادلة المستوي P هي X زائد Y زائد Z نقص 1 يساوي 0 ثانياً لتكون S مجموعة النقاط A ذات الإحداثيات X, Y, Z من الفضاء التي تحقق X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص 2X ناقص 2Z زائد 1 يساوي 0 ألف أثبت أن S سطح كرة يطلب تحديد مركزها E ونس قطرها R با بيّن أن سطح الكرة S والمستوي P يتقطعان وفق ضائرة C يطلب تحديد مركزها H ونس قطرها R صغيرة ثالثاً ألف بيّن أن المثلت ABC متقايز الأضلع وأن مساحته جدد 3 على 2 با أحسب حجم ربع الوجوه E ABC والآن ننتقل إلى حل النشاط لدينا في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس O E G K النقاط A 1 صفر صفر B 0 صفر واحد وسي واحد نقص واحد واحد السؤال الأول ألف يطلب منا أن نبين أن النقاط A B و C تعين مساوياً P النقاط A B و C تعين مساوياً يعني أن هذه النقاط ليست على استقامية أي أن الشعاعين A B و A C غير مرتبطين خطياً لدينا مركبات الشعاع A B هي X B نقص X A Y B نقص Y A و Z B نقص Z A وبالتعويض نجد A B نقص واحد صفر واحد وبالمثل نجد A C مركبات A C هي صفر نقص واحد واحد لاحظ عزيزي الطالب أنه لا يوجد عدد حقيقي K بحيث الشعاع A B يساوي K في شعاع A C لأن من أجل كل عدد حقيقي K نقص واحد لا يساوي K في صفر علماً أن النقص واحد هي المركبة الأولى لشعاع A B وصفر هي المركبة الأولى لشعاع A C ومنه الشعاعان A B و A C غير مرتبطين خطياً إذن النقاط A B و C تعين مساوياً السؤال با ويطلب مننا التحقق أن معادلة المساوي P هي X زائد Y زائد Z نقص واحد يساوي صفر بما أن النقاط A B و C ليست على استقامية إذن يكفي التحقق أن إحداثيات النقاط A B و C تحقق المعادلة لدينا واحد زائد صفر زائد صفر نقص واحد يساوي صفر وبالتالي إحداثيات النقطة A تحقق المعادلة وبالمثل نجد إحداثيات النقطة B تحقق المعادلة وأيضاً بالنسبة للنقطة C وبالتالي معادلة المساوي P هي X زائد Y زائد Z نقص واحد يساوي صفر ثانياً لتكون S مجموعة النقاط A ذات الإحداثيات X Y Z من الفضاء التي تحقق X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص 2X ناقص 2Z زائد واحد يساوي صفر السؤال ألف يطلب منا إتبات أن S صدح كرة يطلب تحديد مركزها E ونس قطرها A لدينا X مربع ناقص 2X يساوي X مربع ناقص 2X زائد واحد ناقص واحد لاحظ أن X مربع ناقص 2X زائد واحد متطابقة شاهرة وتساوي X ناقص واحد مربع إذن X مربع ناقص 2X يساوي X ناقص واحد مربع ناقص واحد وبالمثل نجد Z مربع ناقص 2Z يساوي Z ناقص واحد مربع ناقص واحد إذن المعادلة تكافئ X-1 مربع نقص 1 زائد Y مربع زائد Z-1 مربع نقص 1 زائد 1 يساوي 0 وتكافئ X-1 مربع زائد Y مربع زائد Z-1 مربع يساوي 1 وهي المعادلة المختصرة لسطح كرة إذن S سطح كرة مركزها E ذات الإحداثيات 1-0-1 ونس قطرها R يساوي 1 السؤال نبين أن سطح الكرة S والمساوي P يتقطعان وفق ضائرة C يطلب تحديد مركزها H ونس قطرها R صغيرة ولذلك نحسب المسافة بين المركز E والمساوي P فإذا كانت المسافة تساوي R فإن P يكون مماس لS وإذا كانت المسافة أقل من R أو أقل من S قطر سطح كرة يكون P قاطع لS وفق ضائرة وإذا كانت المسافة أكبر من R فيكون تقاطع P وS مجموعة خالية لدينا المسافة بين E والمساوي P تساوي القيمة المطلقة لXE زائد Y زائد ZE نقص 1 على الجدر التربيعي ل1 زائد 1 زائد 1 نعود إحداثيات E نجد المسافة تساوي 1 على جدر 3 أي جدر 3 على 3 بما أن المسافة بين E والمساوي P أقل من نصف قطر صدح كرة فإن P يقطع S وفق ضائرة إذن نحسب الآن نصف قطر الضائرة وتكون R صغيرة لدينا المتلة E H K قائم في H ومن حسب مبرهنات في طاغورس E K مربع يساوي H E مربع زائد H K مربع أي R كبيرة مربع يساوي D مربع زائد R صغيرة مربع حيث D هي المسافة بين E والمساوي P وبالتالي R صغيرة يساوي الجدر التربيعي لR مربع ناقص D مربع وبالتعويض نجد R يساوي الجدر التربيعي ل 1 ناقص 3 على 9 أي يساوي جدر 6 على 3 و H هي نقطة تقاطع المستقيم المار من E والعمودي على المساوي P لدينا الشعاع ذو المركبات 1 1 1 شعاع نظمي على المساوي P لأن معادلة المساوي P هي 1 X زائد 1 Y زائد 1 Z نقص 1 يساوي 0 فهو شعاع توجيه للمستقيم E H وبالتالي يكون التمثيل الوسيطي للمستقيم E H من الشكل X يساوي T زائد X E Y يساوي T زائد Y E Z يساوي T زائد Z E حيث T وسيط حقيقي وبالتعويض إحداثيات النقطة E نجد X يساوي T زائد 1 Y يساوي T Z يساوي T زائد 1 وبالتالي إحداثيات H تحقق الجملة X زائد Y زائد Z نقص 1 يساوي 0 X يساوي T زائد 1 Y يساوي T Z يساوي T زائد 1 نعوض 2 و3 و4 في 1 نجد T زائد 1 زائد T زائد T زائد 1 نقص 1 يساوي 0 ومنه T يساوي نقص 1 على 3 نعوض في الجملة نجد X H يساوي نقص 1 على 3 زائد 1 ويساوي 2 على 3 و Y H يساوي نقص 1 على 3 و Z H يساوي نقص 1 على 3 زائد 1 ويساوي 2 على 3 ومنه إحداثيات H هي 2 على 3 نقص 1 على 3 و 2 على 3 ثالثا السؤال ألف يطلب مننا أن نبين أن المثلث ABC متقايص الأضلع وأن مساحته جدر 3 على 2 نذكر بإحداثيات النقاط A B و C إذن نحسب أطوال أضلع المثلث ABC لدينا الطول AB يساوي الجدر التربيعي ل XB XA مربع زائد YB A مربع زائد ZB A مربع ويساوي جدر 2 وبالمثل نجد AC يساوي جدر 2 و BC يساوي جدر 2 بما أن AB يساوي AC يساوي BC ويساوي جدر 2 فإن المثلث ABC متقايص الأضلع لدينا المثلث A EC قائم في E ومنه حسب مبارهانات في طاغورس AC مربع يساوي EA مربع زائد EC مربع ومنه EA يساوي الجدر التربيعي ل AC مربع ناقص EC مربع وبالتعويض نجد EA يساوي جدر 6 على 2 ويمثل ارتفاع المثلث ABC إذن مساحة المثلث ABC تساوي الطول EC في الطول EA ويساوي جدر 2 على 2 في جدر 6 على 2 ويساوي جدر 3 على 2 وحدة مساحة السؤال ويطلب ويطلب منا حساب حجم رباع الوجوه E ABC لدينا حجم رباع الوجوه E ABC يساوي مساحة القاعدة ABC في الارتفاع على 3 والارتفاع H هو المسافة بين النقطة E والمستوي ABC ولا تنسى عزيزي الطالب أن المستوي ABC هو المستوي P إذن H هو أيضا المسافة بين A وB التي حسبت سابقا إذن الحجم يساوي جدر 3 على 2 في جدر 3 على 3 على 3 ويساوي 1 على 6 وحدة حجوم وهكذا أعزائي الطالب نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة